السلام حبابي سنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة سنشكر المتابعين لقداموا الجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناة ان شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملح ربي يحفظكم وينجيكم يا رب فاد العباشر ربي غادي يعطيكم سؤل لكم وينصركم على منعدكم ويعطيكم يا رب اجابة قريبة ان شاء الله تبعوا هذه الوصفات ان شاء الله ووصفات رائعة من الطاقة الايجابية طاقة اللي عندك في البيت بمكونات ارخاص وايجابيين تحيدي طاقتك وتحيدي النحس وتحيدي المشاكل في البيت اذا قبل ما نبدأ ونصلي وكاملين على سيد الخلق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة نفتاح الفرج هي الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمة خاصكم في هذه الايام تصليوا على الحبيب بالزاف لانها ايام زوينة وفيها الطاقة الايجابية لان في هذه الايام سبحان الله كان قدوم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله اول حاجة بغيتوا تبخروا بيوتكم كان عندكم مس او عارض مع موقف لكم الحال كان عندكم عوارض موقف لكم الحال على حسب المس الناس لهم مس تتوقف لهم الحال في الزواج تتوقف لهم حال في العمل تتوقف لهم الحال في المال إذن بغيتي تحرقي التوابع في هاد الأيام الكريمة عند الله لأنه غادي ينحرقوها قبل ما يخرج هاد العيد إن شاء الله أول حاجة الوصفة ديلي ديليوم إلا كانوا عندك عوارض حاسة براسك عندك عوارض عندك مشاكل عندك خنقة في الصدر عندك توابع تتحسي بتنميل في الجسد تتحسي بألم في الرأس تتحسي أنك متعبة دائما متعبة تتحسي أنك دائما على عياء شديد الناس اللي بغي نبخروا بيوتهم غادي حصلوا على الفحم ضروري الفحم لأنه غادي تحرقي هاد المكونات على طريق الفحم أول حاجة اللي غادي نطردوا بها التوابع ونجلبوا الخيرات إلى البيت يكون عندي مال ونفتح أبواب الخير لأن بطاقة إيجابية غادي تفتحي بزال الحويج في حياتك بعض النساء تحتاروا أشخاصهم يديروا تدرهم رجليهم تدرهم يديهم تكونوا عندهم توابع من الحسد والعين عندهم سحر مندمرهم عندهم مشاكل دائما لا تحصى ولكن العشبات اللي عندي اليوم هي غاستكم تعرفوا مكونات خطيرة جدا كبريتا الكحلة عندنا الفاصوخ عندنا العرعار الحرمل الملح عندنا الملح ولكن هذه الكبريتا السوداء ليست صفرة الكحلة هذه لطرد التوابع ولكن أجبكم تعرفوا أن الكبريتا لابد أنك تحطي قطعة صغيرة جدا قد هذه بتبخري بها فقط ما تبخريش بهذه الكمية هذه تديري فيها أربعات المرات أو خمسة أو لأنه يتيبطل استحر بسرعة وعدنا العرعار غاني عن التعريف العرعار اللي رائع عدنا الفيجل عند العطار جوج دراهم يعطيك كمية لبأسة بها تبخري بها ثلاث أيام متتابعة إذن الكبريت الصفرة أو الكبريت الكحلة لإبطال جميع الموانع والبنت اللي عندها العوارد والبنت اللي عندها مشاكل والبنت اللي عندها المس والبنت اللي عندها توقيف الحال لأب الزواج ولا في العمل الأب جالس بدون عمل ما لقاش الخدمة تيمشي ليخدم ولكن تيردوه لأنه عنده تابعة وعنده حسد وعنده مشاكل وعنده سحر مخطأ إذن غدين ناخد هاد النواء ديل الطمر النواء ديل الطمر مبارك في هاد الأيام خسكم تديروه ضروري ولكن تحطوا غير سبعة النواء أو تحطوا أكتر انتم بالاختيار وهاد توصيخة غادي نديره هنا ونفوسخ الضار وما عليها والملح خلي الملحة ترتق بقوة لأنه حطينا واحد الكمية خطيرة جدا بعد ما احطينا المكونات كاملين غادي نشعل الفحم وغادي نبخر البيت يكونوا النوافد مغلوقين يكونوا مسدودين ونبعد نحلهم كاملين وقت تبخير غادي نبخر ابنائي نبخر راسي إلا كنت عيانة وكنت مريضة وكنت متعبة غادي نتبخر ولو أنني مريضة نتبخر باش نحيد الطاقة السلبية إذا حاولوا أنكم تكونوا ما تعقزوش لأن بعد نساء تعقزوه تكون ما عندها حتى حاجة تتعقز وما تتبغيش تدير الوصفة لابد أحبابي تديروا الوصفة وتوكلوا على الله وتقرأوا في وقت تبخير اللهم مبطل عنا جميع العوارد بحقي محمد وآل محمد اللهم مبطل عنا جميع العوارد بحقي محمد وآل محمد وانت تتخطي المجمع سبع مرات الولد إلا كان جالس بدون عمل يتبخر ويتخطى يتخطى هاد الفحم أو يتخطى المجمع وغادي إن شاء الله يحيد قاعد توابع وحيد طاقة السلبية اللي عندكم في البيت ولكن القراءة اللي غادي اتلقوها في التلفاز صورة الزلزلة متكررة غادي اتلقوها هاد البخور إمتى غادي تديروه غادي تديروه يوم الخميس أو يوم الجمعة أو يوم السبت هاد البخور لطرد العوارد يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت إذن صورة الزلزلة تنقروها يوم الخميس ويوم الجمعة أو يوم السبت صورة الزلزلاء تزلزل العوارد وترد السحر إلى صاحب السحر أو العين لصاحب العين أو الإنسان اللي حقود والإنسان اللي تابعك والإنسان تتبان فيه العلامة وتيبان لك بأنه خبيث وتيبان لك بأنه ما يصلحش أنك تكون معاه أو التعاشر معاه إذن بخري وشوفي المقصود حاولوا اتخذوا هذه المكونات نعود نكررهم لكم لأنه بغي حبابي يستبدو من هذه الوصفة عدنا العرعار الفيجل النوى دي القمر عدنا إن شاء الله بحول الله وقوة الملح هذه المكونات رخاص ولكن وعرين في التفخير وعندنا الكبريتاء الصفراء أو الكبريتاء الكحلة ندير منها شيء قليل فقط والفاصوخ باش نفسخ القديم وجديد ونتكون عندي طاقة إيجابية إن شاء الله باش نزيد القدام ونحاول أنني أنكون إيجابي في حياتي لأن البخور تحرق شياطين لتكونوا داخل المنزل هذه التقطقات الملحة تترمي كالشهوب في البيت إذن الملحة ضروري تكترها في المجمر سوف تترتق عليك قلت لكم المجمر وخط ترتق في الفحم ما تترتقش بقوة أما البوطة تترتق تقدر أنها تأثر عليك في الدك أو في الوجه ديالك ولكن هذه للتبخير في المجمر على الفحم رائع وأكتر من رائع إذن هذه الوصفة حطيتها قبل بزنة الناس اللي عندهم السحر التمريد أو السحر التحقير أو السحر توقيف الحال أو السحر توقيف الحال في الزواج أو العمل أو الناس اللي ما عندهش البركة في البيت دائما عندهم نحس وعندهم مشاكل على المال حاولوا غير تدروها بيقين ربي غد يعونكم في كل الأمور خاصكم تعلموا أن مع الأسباب ربي سهل وتعطي لي فيها الخير ولكن إنسان يسبب عبدي وننعينك ربي سبحانه وتعالى لا تقول لك سبب عبدي وننعينك إذن ما فيها والو ما خاصل والو إلا جربتوا وعطيتوا حطاقة إيجابية في البيت ديالكم إذن أحبابي نتسلنا منكم لايك تنتسلنا منكم لايك والدعم والبرتاج إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته